طيب حبابي خلينا نحكي شوي على المسابقة اللي عاملينها ان شاء الله رح يكون بقر يوم الجمعة في سوق الحمام رح نوزر من 18 ل 20 طير على المتابعين طبعا يا اخوان المسابقة هتكون او توزيع الحمام هيكون بشكل عشوائي مش مرتب له يعني يا صديقي يا حبيبي مش مرتب لموضوع المسابقة يعني بشوفك في السوق في المكان المعين سواء كنت اثنين او ثلاثة او او اربعة او خمسة او عشرة او عشرين ان شاء الله رح نحاول نوزع كنت اكثر من هيك ما بحرف بس انا امكاني في اخواني بعشرين طير ان شاء الله ممكن يكون اكثر شوي او اقل شوي عشرين او اكثر او اقل ولكن يا اخوان رح تكون يعني مسابقة بدعم من عامنا ابريان انوزع حمام زائد احنا انNO انكمل اكون عليها من عامنا وهنا نوزع ان طبعا يا اخوان رح تكون الطريقة التوزيع بالشكل عشوائي يعني راح يكون الطريقة التوزيع بالشكل عشوائي كيفي بوسب بشكل عشوائي فقد اذا اضغر لك كشميري حلالة. طلع لك مراسلي حلالة. طلع لك بولندي حلالة. طلع لك بوز حلالة. انت بتكون نقات الكيس. وانت بتكون صاحب القرار. ما بتنق الطير بتشوفه بعينك. انت بتسحب الكيس وتفتح الكيس وتشوف شو هو الطير يلي طلع لك. تمام يا اخوان? ما في تنصيق. ما في تنصيق. ما في اه يعني محسوبية اخوان. اه الحمام موجودة في الكيس يلي بده ينق كيسو ويوغضو كتر الله خير. تمام يا اخوان? عشان ما انحرج من بعض الناس يلي ممكن يجي يقول لي جبل لي طير. خلي لي طير. خلي لي طير. خلي لي طير. عجرب اعدرني يا صديقي. وما بدي حدا يزعل مني. لانه يا اخوان زي ما انت بتحب انك تروح. في ناس كتير غيرك بحب يروح. فاحنا بننا نصل لموضوع انه لا تحرجني. لا تحرجني. عشان انا بعرفك. انا اعطيك. اذا كنت متواجد في المكان يلي متبقين عليها. طبعا سيضع لكم صورة المكان. تمام? لانه كتير هسه راح يحكي. وين التجمع. ورجاء لا تقدم الفيديو عشان تعرف وين التجمع. لا تقدم الفيديو. باي لحظة ممكن احط لك الصورة. تبعد. التجمع. وين لازم نكون. فانت اذا قدمت الفيديو ممكن احسه احطها وانت تروح تقدم. تروح تقعد تدور كل الفيديو ما تلقهاش. ترجع تجي تقول ليوسك. وين مكان التجمع. وعشان ما حد تش يزعل مني. اللي يسألني وين مكان التجمع مش هارد عليه. لانه وكاية التجمع راح احط لكم صورة هسه راح تطلع هون. هون او هون باي لحظة من الفيديو. يعني مش هسه اعطى عديدا. يعني كمان كمان دقيتين كمان تلات دقايق ممكن احطها. وان شاء الله ان شاء الله اني اذكرها اصلا في المنتاج احطها. تمام يا اخوان? في اخوان لا تقدم الفيديو رجعا عشان لا تسألني وين مكان التجمع. راح اطل لك صورة راح اقول لك احنا هان راح نكون الساعة كده وفي الوقت الكده ولازم الكل يكون مرضونا. هذا الحكي يعني انه اللي انت تعرف يا بيوسف ما راح ياخده? او ما راح يطلع لهم كيس? لا يا صديقي. اي واحد بعرفه بامكانه يشارك في المسابقة ولكن بدون تنقال. كيف بدون تنقال? مش يعجي افتح كل الكياس? لا يا صديقي. تيجي اسحب الكيس. هذا الكيس اللي انت اخدته. افتح كيسك. والله هذا هو الكيس. اللي طلع لك. هذا الطير اللي طلع لك. عشان ما تزعل مني. ولا ازعل منك. ولا تحرجني ولا احرجني. وهو خصوصا للناس اللي بعرف. تمام يا اخوان? فالفكرة سهلة جدا. اسحب كيسك. هاي كيسة يعطيك العافية. هذا الطير اللي طلع لك. طلع لك كشميري. طلع لك بلدي. طلع لك رحاني. طلع لك مراسطي. شو ما يطلع لك يطلع لك. طبعا راح نفرجيكم الحمان. جبنا عليهم اكمل حبة كمان. ان شاء الله من هال لبكرة كمان. من هال لبكرة ان شاء الله. راح نكون كمان جبنان لأكمل حبة عليهم. ونزبطهم هيك ان تكتكهم شوية. ونوزحهم. طبعا يا اخوان هوا حاليا تقريبا 18 عشرين حبة. هي كيسة 18 يعشرين. ما بقرب بالضبط. ولكن ان شاء الله راح نخليهم يصروع العشرين او اكثر شوية. عشان الكل يستفيد. طبعا اخوان زي ما برجع بقول لك وبعيد لك. بعيد لك. بقول لك لا تقتم الفيديو عشان الفيديو. ولا تقتم في اي راحة ممكن نحط الصورة. تمام اخواني. فاخليكم معنا للفيديو الصورة. والوقت راح احطوكم اياه بالفيديو هسه كمان شوي باي اشتركوا في القناة. طبعا هون اخوان المفروض هدولة يعني اا يعني يكونوا قربوا يفاكسوا بس ما بعرف شو القصة. المفروض يعني يومين ثلاث في الكثير هاي بيض هم اسود يعني عبيان. اا راح نحكي لكم فكرة عموضوع البيض الاسود كيف تعرف انه البيض عبيان مية بالمية بعد خمسطاش اا سوري بعد خمس ايام من البيض كيف بدك تعرف انه البيض مليام بعد خمس ايام من البيض يا صديقي بتكون البيضة لونها اسود ايا داكن او دقيلة. تمام? هاذ هو يلي بيبين لك انه البيض مليان او لا. طبعا هاي الطهرة كافو عليكي. عنا هنا كمان جوز هاي اللي عندها بيضة واحدة. اللي كانت حاشريتها وطلعنا لنا اياها. طلعناها بطلوع الروح وطلعت بيضة واحدة سبحان الله وهي عبيانة. عنا هون هدولة حضرنا تحتيهم بيض البغادن لانه بيضهم كان فاضي. بيض البغادن عطناهم لبالحارث كنا حطينهم هنا. هدول ما قعدوا عليه. شلتوا حطيتوا تحلي هدول والحمد لله قعدوا عليه والطيرة هاي رجلها سليمة الحمد لله. اللي مبارح اللي شفتوها كانت معلقة رجليها. هايها الحمد لله الطيرة سليمة. عنا الانجليزيات ما شاء الله. في ناس بيقول لي هدول البولنديات بس انا طول عمري بيعرف انه الانجليزي بيجي برفعة وفتلة بسرويلة ما بيعرف يعني. حيان بيجي مش بسرويل بس مش عارف يعني. انا بيعرف انه هاد انجليزي. اذا هاد بولندي او انجليزي. علقولي اخوان. قلولي هذا بولندي ولا إنجليزي تمام؟ علقيوا لي قلولي هذا بولندي ولا انجليزي هذا الجوز تمام؟ يعني هذا أنا بدي إياكوا إليكوا إنتم تحكوا لي لأنني أنا صراحة آآ احترت تمام؟ ممحونا وعشان أنا ما أكون حكيت اشي من عندي صلاة النابية الجوز صلاة النابية مع شاء الله. اذكر الله يا اخونا. اذكر الله وصل الى نبي. تمام? وهنا يا اخوان فرطنا الجوز يلي كنا حطينهم الجوز يلي كنا حطينهن على بعض. لانو الطيرة كشفت فحل يلي حطناها عليه. وانداري مش عاركة في كشفة فحل. قلت لها انت مطولة طبيضية يعني اجه هاي هدول. وهدول طيرتين باظن اللي اجل معها اخواتها باظن. وهي ما باظت. فوت عليها طيرها جرد انا قلت اتعالي جاء زتيتهم هناك فرطت جوز. وحطيت جوز القراقطة هان. وجوز القراقطة هان الحمدللله. حطينا الجوزين هادولا من Smash Bar Yann. هان جمب بعض. وهدول الجمب بعض. وعنا الابواز هون والابواز هون والابواز هون. طبعا فرطنا الجوز طب. ليش جبت القراقطة من هناك? وحطيتهم هان هسا بقولك ليش. بس ثم نشي في موضوع الفيديو. طبعا الحمدلله طائرة تحسنت بنسبة 70%. من 70 ل 80% الحمدلله تحسنت. افراخ ما بعرف حاس فراخة ازاي ما بدك. في فرخ حاسه ضعيف طلعوا يا اخوان. مع اني يعني بدعمهن. بس يا حبيبتي. قعد تتهاوى شي معي? طلعوا الفرخ التاني ما شاء الله. بس هادا نظام اللي بطانة ما بزبط مع الحمام هاي. لازم نحط لهم اطراب. مجرد ما تكبر الفراخة هاي راح نشيره ونحط اطراب ابيض. يعني هدولة اللي ضحكنا عليهم وقعدناهم عبيض. وعن هدولة اللي ضحكوا علينا مرضوش يقعدوا عبيض. وعن هدولة يعني هاي يما كان بيض ومفاضيش النام من عندهم. هدول كان بيض ومفاضيش النام من عندهم. وهي الكلب تبعنا. العضاض. مش عضاض وبس هذا مش مش طبيعي هذا. تعال اشوفك حبيبي. ممكن اسلم عليك. وبعد اذنك ما تطصة مش علي. ممكن اشوف الفرخ اللي تحتك. وبعد اذنك لا تضربني. طلعوا من الحنية يا اخوان. الفحل والطلع. يا حبيبي بلا عليك. بلا عليك. انا اسف بس بدي اشوف الفرخ. ممكن. ممكن بعد اذنك. اضعك علي اقيمونا على البيض بالحن قلت الله. منح الفرخ. ما زل يا زلم ما زل نخدمك. يا ولا ولا. والله العظيم انت صاير مش كالجمعي. ايه ايه. ولا. حيب. ايه ويرجع غاد. حلنا نشوف الفرخ. بعد اذنك. انت كمان معصب علي حبيبي تخليك هادي. انت حلوة والله انا بحبك. هادية وامورة هيك. ايه يا اخوان قاعدة سنتين لحد ما زافت للفحل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا زلمي يا اخ. اسف اسف والله. اسف اسف خلاص اسف. 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 اسف والله اسف. طلعوا يا اخوان. خد الفوكس يزبط. مش راضي يزبط الفوكس ليش? كلب مربع عندي ع السطح. كلب. بعيد عنكم. ما شاء الله عنا هون كمان الجوزة ذولة. ما شاء الله. بسم الله. على ادناك حبيبي. انت بتنقر بس يعني نقرتك حلوة يا اخي ما ازايه. ما شاء الله صحت ومني حالفرخ. شاطر. هادي هادي. طلعوا محلة. طيرها كلبة بس طيرتو كلبة لما تكون حالفرخ. شايفين? خلتني خلتني اموت ابنها اللي في البيض الثانية بسبب ضربتها هاي. عنا هاضه شرس. بس لما يكون عن البيض. هنشوف شراستك كيف. ملحة احمر بس ره. شاطر. ايوة ليه. تعمليش زي جوزك تكوني هبلة. انزلي. خلينا اشوف. بس الفراخك. بس. انزلي. طبعا عنا فرخ كبير. وفرخ صغير. اخوان الفراخ مه الحوقة عندنا. ما بعرف لاش. هازم اجبلهم خلطة غير. ما شاء الله هدول كمان يا اخوان اه باضن كان بيضهم فاضي وكبنا. وهدول باضن كان بيضهم فاضي وكبناه مع العلم ان هدول اخدنا منهم السنة اللي فاتت ست فراخ عشان تكونوا عالفين. هدول الحمد لله كان بيضهم فاضي وخليتهم يقعدوا فترة طويلة عالبيض وبعدين ايش? كبيتوا وهدول لسه تجويز جديد. طبعا ليش خليتهم يقعدوا عالبيض اخوان عشان يحنوا للمكان. يحنوا للقعدة عالبيض وما يقوموش وما يخافو. تمام? عنا هدول ما شاء الله. هاي كمان بحكنا عليها وقعدناها فرخ المشمشي والبراملي الازرق. المشمشية والبراملي الازرق. وما شاء الله هي صحته منيحه وبالطعم وبالزق. وعنا هاي الطيرة الحمد لله بيطين يعني لعن ابوك والله هنفكرها بيضة واحدة. اشوف? شاطرة. بس ليش كاسره بيضة هيك بازعل منك. طلعا يا اخوان البيضة جاية برش برش يعني عندها نقص كلس الطيرة هاي عندها نقص كلس وطبيعي جدا ممكن تكون حشرة بيض ولكن بما انه عندها نقص كلس وعندها مشكلة عادي احنا ايش بنعمل بنرجع البيضة هاي وبنفحص البيضة التانية البيضة التانية سليمة بنخليهم تحتيها وان شاء الله هي حنونة وهادية الطيرة شايفين لو عندي بيض انا غبيك ببيط البيض القديم لو عندي بيض كان حطيت تحتيها كمان بيضتين عشان حملها ثقلها يا اخوان ثقل الطيرة كله يجوين عالبيضة عالبيض كله مش عالبيضتين وتتطر انها تكسرهن لا بيجي عبيضة واحدة بيصير الحمل خفيف على البيض فبس ما عندي بيض حاليا فمش مشكلة عندنا هدول مساويذ الاجداد ما شاء الله عليهم بلش امورهم تشد وصحتهم تمام وعندنا هدول ما شاء الله عندهم فرخين امفكسات اشي محترم وضخمات وامورهم منيحة 100% صحتهم وعندنا القراكطة اهالي القراكطة هدول الجوزين هدول الجوزين اهاليهم هاي يوم عندي جنبي طبعا يا اخوان تنسوش تحكونا شو رايكو بالتصوير طبعا انا بعرف انه فيديو مبارح كان فيه تعديقة بالصوت بس لاني اخوان كن قاعد بصور اعلى جودة واليوم بصور اعلى جودة يعني ما حرمتش بس يمكن مبارح كان فيه مشكلة بس اتوقع ان شاء الله اليوم تكون انحلت عنا هون كمان الطيرة صناطي النبه هدولة جوز الرياحنا كان فيه عنا هون ايش جوز القراكطة هدلاك شايفينهم جوز القراكطة هدلاك كانوا هون انا شو عملت وديت القراكطة جنب اخوانهم وجبت الرياحنا اللي كانوا هون الزرق الخشنات اللي عندهم مشاكل عائلية دايما حطيتهم هان والرياحنا اللي كانوا هون سوريا الرياحنا اللي كانوا هون حطيتهم هون اه والرياحنا اللي كانوا هون حطيتهم هون شايفين? عشان يغضوا السطل. بس ما يكونوا شد لها بيضات مشكلة بصير عندنا. ايوا هيك. تمام? انها انا في طلع كيف المشربية وسخة. طبعا رح نعملكوا حلقة كيف ننظف المشربية. هاي لازم يكون في عندك اه شو بحقولها السفنجة تبعد غسيل. جليه وتمسحها هيك وبتطلع بتوقع كل شي. تمام? عندنا هدول الجوز اخوان اه كمان كانوا بيضات وانا شلت البيض من تحتيهم بعد ما قاعدوا بجوز بجوز طول وقاعدوا خمستعشر يوم شلت البيض. وهدول نفس الاشي كان عندهم بيض ولكن اخوان البيض عندهم كان فيه فراخ ولكن الفراخ ماتت في البيض ما بعرف سبحانه الله. بس هيوما رجعوا بعضو وهيوما قاعد اتعى البيض. وعننا هدول تحتيهم بيض زواجل. وعننا هاي شكلها باضط? باضط او بضهط بيض. كيف حالك? دكت بيضي. دعا خلن نفحصك كامل. ممكن بعد ابنك افحصك. ما شاء الله طيرة مسكية اخذناه من عمنا ابو الحاكم طيران اخب. طب استني استني. لا يعني ما فيش مبشرات هنها فويل ما بعرف. هدول اللي قلناك وقعدناهم على بير زواجل. وهدول ايه ما شاء الله مفاكسات. والله العظيم لسه بدي اقول لكم. والله لسه بدي اقول لكم المفروض يكونوا فريخ مفاكسات. هاي نقشب حسيفينها. طب كم فريخ مفاكسات مو غارب. فرخين هاي يما ما شاء الله صلاة النبي ما شاء الله. شطورة ولي شطورة شطورة حبيبتي. عسى ابصر شو راح يطلع فراخين. بس بما انه الديل ابيض انا مش مش قلقان كثير. مع العلم هاذ الفريخ رمالي احمر عطيرة بغدادية بيضة. رمالي لورنس احمر بدنب. تمام? واحنا عنا الطيرة. يعني مجرد تجربة اذا زبطت التركيبة زبطت ما زبطت راح اشيلها عشان ما حدا يحكي ابي يوسف بضرب. انا ضد التدريب. لمدى الحياة. طول الحياة وطول السنين انا ضد التدريب. انا عدو التدريب. وعدو اي واحد بحط طير عطير مش زي نوعه. تمام? بس هذا يا اخوان تركيبة ممكن تزبط لانه احنا بنرجع بنقول لكم انه هذا رمالنا احمر بدنب. تمام? وهو اصلا ابيض بدنب كشميري ازرق بدنب. لورانس بدنب ابيض. وطيرة عنا حردناي بدنب احمر. وهذا رمالنا احمر في يوم الايام بدنب. عطيرة بيضة. فاحنا عنا امل انه يطلع لنا اشي منيح. اذا ما اطلع فرخ منيح رمالنا مع دير مع اشور عملنا اشي. عالسريع بنشيله. تمام يا اخوان? عشان محدش يجي يقول لي ابو يوسف بضرب. انا ما بضرب وانا ضد التدريب. والاخر نفس وضلني اقول لكم ضد التدريب. ولكن هاي البزرة ان شاء الله حتزبط. عنا هانا ان شاء الله هدول كمان كان بيضات وبيضهم مليان بس الفرخ مات في البيضة وهو بنقل. كانت البيضة كأنه زيادة كلس عليها. طبعا احكيكم قصة حزينة على الفرخ الزاجل هات. طبعا قلت لكم اياها بس مش الكل ممكن يكون مش موجود. الكل يكون مش موجود. سمعها. الزاجل هاتي اخوان طيرنا مع اخوانه. منقطر سرعة الجناح وحمام الطير ما قدر. وقع في دار جراننا طلع زي صوت انفجار. ما شاء الله الانجليزيات سنوات النبي ما شاء الله. عنا هاتي اخوان. الحمام اللي بدنا نوزحهم. تمام? خلنا نعدهم مع بعض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فوق ها. واحد اتنين تلاتة اربعة. ستة واربعة قديش تمانية. وعنا واحد اتنين تلات احداش. اه. خلنا نعد منور جديد والله خربط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر اتنين عشر اتنين عشر اربعة عشر خمسة ستاش سبعة عشر. طبعا هادا كبير شوي اخوان بس خلص يعني هادا جاي مع التوزيل. سبعة عشر قلنا? قلنا سبعة عشر صح? الله ما نعارف اذا قلنا سبعة عشر ولا لا. المهم. هادا فارخ زاجي اللي اخوان مدمع عزلته عشان مرض اي طير بمرض عندك بالحياة. عالسريع لا تستنى عليه. لا تعطيه فرصة ولا تعطيه امل ولا تعطيه اي 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 مستحقات يستحقها عسريعزله. تمام? قلنا سبعة عشر اربعة ستة عشر اتناش ربعة ستتاش سبعة عشر قلنا سبعة عشر. تمام? آآ هذا الطير يا اخوان لقيناه تحت الدار. عظم اش الي بدى رجعوا لصاحبه. سبعة عشر تمام? قل سبعة عشر. تمنطعش. تسعة عشرين واحد وعشرين. اتنين وعشرين طير لحد الان يا اخوان هادول راح يتوزعوا ان شاء الله بالسوق. اتنين وعشرين طبعا وارد يجينا واحد من اصحابنا يعطينا اشي كمان نوزعه. ولكن احنا اي اشي اخوان احنا لحد الان عندنا الفكرة هاي هادول الموجودة. طبعا زواجلنا الغوالي يعطيكم العافية. هلا. هلا بالنشامة. هلا بالاشيوخ. هلا بالكفو. هلا بالزعماء. هلا بالطيارات. هلا والله. كيفك كبير. اخوان اه ضحايا الزاجل كتير هنا. ان الفراخ الزومبيات هدول ما شاء الله عليهم. بلاش اني لوحن. مش لوحن يعني مبارح صورنا حلقة يعني ضربنا جمهن مقلب الحمد لله فزن اكلم برميتين من ناح. ان القراقط هدول لسه ما فكناهم هدول القراقطة اخدناهم العم ابريان. وهذا قرقاطي ثاني. وهذا قرقاطي ثالث. وهذا قرقاطي رابع هيو. اربع قراقطة. طلو كيف اخوان بلحقوا بعض الفراخ. بس لسه بدهن بدهن شغل. ممكن تفز? الله عليك كافو عليك. هاي الملحة اخواني كويس. كشميري. لاخدنام نعمو بحاكم. هاي فراخ الزواج اللسه ما فكيتهن انا يا اخوان. لسه بدهن شغل يعني. بدهن شغل صراحة. فعشان هيك اخوان لازم ايش ندير بالنا عليهم. عشان ما نصل له موضوع انه نخسرهن ونوقع فرخ ويضيع فرخ البربريسيا هيش افينه ماشاء الله. صلاة النبي عليه ايش محترم. فرخ خاض بس يخلف راح يصير نخب. بس ان شاء الله الله يميد في عمره وينكر ايش معنى وينزبه. طبعا عنا حباتنا البلديات الغوالي. واسود موجود. ايش كبير شو بتعمل هنا انا حاطك مع الفراخ ليش فايت جوة? تعال اشوفك. تعال سلم علي. تعال. بتاعي. تعي. 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 Ye powerful sign. طبعا اخوان بلشت الحمام تبين. طال هذا المسود. طال هذا المسود الثاني. يعني في في حمام بلشت يعني ما شاء الله جسمها يبين بعد البروق. بلشت شد حيالها بعد البروق يعني قبل البروق سوري. اه وفي حمام لسه ماك لهوة. في عنا ابلق احمر وين وهيو تطلع يا اخوان هاذا او اشتريته ولسه ما شد حيرو يا حرام. حيشد هو ولكن احنا لسه بنصبر عليه. تمام ما شاء الله. عنا الابلق هاذا تطلع ورقبته. اه شو رأيكو? لسه ما خلصيش. لسه ما خلصيش طبعا لهم تسحيب الديل كاملين. ان شاء انا كنت ناوي اليوم ان شاء الله اسحب الديل كامل. ولكن آآ هسه مش راح ينفعل اني لحالي. تمام? انا كنت ناوي اي طير مبرك ان شاء الله اليوم اسحب ديله. تمام? اسحب ديله. مع العلم انه المفروض لما تيجي دك تسحب ديل. تسحب ديل على ال اول ريشتين. عند اخر ريشتين. عند الرداية لما تصل الحمام للرداية افضل اشي. عشان الحمام يطلع ديلها نظيف. بس انا حاب اني اجدد لها دم اكثر. للحمام. طبعا هاذا الابلق ما شاء الله عادي بلاش يزبط مسود الاصفر صلاة النبي عاديهم جميل. جدا. تمام? الدبسي صلاة النبي. الريحاني هاذا جبناه من سوق الزرق قلتلكوا استنوني عليها فارجيكم اياه مش هتصدقوا. اذا الريحاني جبناه كمان. عنا ما شاء الله عنا كمشة ريحنا يعني محترمة الحمد لله. طبعا فضل الله ثم يعني فضل اه دعواتكم النا ودعم من الشباب يعني. هاي اغلبيتها الخشة من هدية من العم رمزي عشان تكونوا عارفين يعني. تلتة رباحها اذا مش كلها اهداء من العم رمزي يعني. طبعا بالاخص ريحنا هي عندك ريحاني. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع ريحنا تقريبا او اكثر. اتوقع ان اكثر من تسع ريحنا ما شاء الله. اه سؤال يلا خلينا كل يوم نسأل سؤال حلو هي كي يكون للمناقشة زي مبارح ما سألنا عن موضوع البري اذا بركب على نوع او لا. هذا الطير شو نوع? شو نوع ببلدك? او شو بحكوله ببلدك? او شو نوعه? او ايش بحكوله? طبعا له اكثر من نوع. ممكن واحد يقول لك ريحاني. ممكن واحد يقول لك جل. ممكن واحد يقول لك دخاني. وممكن واحد يقول لك اسود بلدي. تمام? احنا بنقول لك ممكن وممكن وممكن. مش انا اللي بحكي انا بحكي ممكن وليس هو هيك نوع. تمام? اه بحكولنا شو رأيكم في الطير? شو ممكن نقول له? وشو بحكوله في بلدك? واذا هو صافي او اساسي برضو حكونا نقرأ تعليقاتكم ان شاء الله. وان شاء الله اه تكون تعليقاتكم جميلة وميزة بدون اختلاف في الاراء اللي بيخلي الناس تزعل من بعض. انا المسود هاد ما شاء الله جميل. صلاة النبي. الله عليك هلا. طبعا زمان ما صورت لكم الزواجل بس اخوان مش بايدي. والله ما بايدي. يعني اذا بدي اطار اصور لكم الزواجل اليوم لازم ااخر لكم الفيديو. فاذا الفيديو نزل متأخر اعرفوا. اذا الفيديو نزل متأخر اعرفوا انه هذا الفيديو نزل متأخر بسبب الزواجل. بسبب ايش? بسبب الزواجل عشان اصور لكم اياهم. فاذا اقدرنا نكمل اه الفيديو وما نصور الزواجل. حينزل بدري. يعني ممكن ينزل هذا الفيديو على العسرة. وما معنى وقت بدنا نفتح لايف على ال 11. طبعا اليوم يا اخوان لايف تبعنا على ال 11. تبعنا اليوم على ال 11 عشان نحكي اكثر عموضوع توزيع الجوائز تمام طبعا شوفوا عندنا هالكشميريات صلاة النبي طبعا جيتنا هدية كمان هاليومين محترم استنوها حتكون اي شي محترم وراح تنحط الهدية اللي اذا تيجي طبعا عشان احكي لكم اياها الهدية اللي راح تيجي طبعا من اخونا الغالي سعد كتر الله خير وشاب محترم ومؤدب وبن عالم مناسب تمام الهدية اللي راح تيجي راح تيجي راح تنحط بخشة من هدول الخشاش تمام بخشة من ثلاث خشاش هدول فانتو لحالكو راح تعرفوا هاي خشتها بيوسف المميز على الاشفار والجلوفة والمنامير وهاي خشت المتابعين وهاي خشت الكشامرة كشامرة بس كشامرة بلاشكة اه انا هيك مخليها عشان تكونوا عارفين كشامرة بلاشكة باكستانية يعني الاشي اللي مزرزر الاشي اللي مزرزر نخليها هاي فيه فهذا ستتوقعاتكو انتو الهدية اللي راح تيجي راح تنحط هون ولا راح تنحط هون ولا راح تنحط هون مثلا خلينا نرقمهم خلينا نرقمهم الخش رقم اثنين او اربعة او ستة اثنين اربعة ستة تمام راح تنحط يعني اذا انت بتتوقع انها راح تيجي في الخش رقم اثنين اذا انت بتتوقع راح تيجي في الخشة رقم اثنين وتحط في الخشة رقم اثنين اذا انت بتتوقع انها تنحط في خشة المتابعين مثلا راح تنحط في خشة رقم اربعة اذا انت متوقع انها جلوف ومجلوف وقراكطة ومقراكطة والحبات الحلوة اللي انا بأحبها راح تنحط في خشة رقم ستة وبناء عليه راح نشوف بس اتصلنا الهدية ان شاء الله على خير هو المفروض اليوم انا اخدها بس الشاب ما اجاني وهي عنده من مبارح المفروض اجيب ليها على القهوة تمام بس انا ما شفته اليوم ما بعرف شو قسطون بارح المفروض يجينا على القهوة ما اجاني ولكن الزلمة مش اول مرة بجيب لنا هدايا يعني الزلمة مش يعني مش هيكون بنزح معنا هايا خشة صلاة النبي كشامرة كشامة زي ما قلنا لكم هذا الزاجل راح ينزات مع الزواجل بس اسبروا عليه لما يرمي الصماي عنده الساتب واقل اربعة وعننا خرشتنا الحلوة المميزة صلاة النبي هاي الله اكبر رزاة الله ولا اهلا تمام يا اخوان زي ما تشايفين هاي خشتنا اللي مرتبة وخليكم معنا يا اخوان نرجعلكم بعد العدو